السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي اهلا بكم اخباركم ايه وحشتوني جدا 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 يا رب دايما تكونوا بخير اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب دودي سبورت النهاردة عندنا تلات اخبار عندنا تلات اخبار من النار عندنا اني هتكون الحلقة داسمة وجميلة وطبعا احنا بنجيب لكم زي ما معودنكم بنجيب لكم كل جديد من ملعب دودي سبورت زي ما انا بقول لكم لحضراتكم على طول دايما باستمرار ودايما انا بنجح بكم وبتتقلق بكم وتقلقاتي بكم ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم وقبل ما اخش على الفيديو ما ننساش نعمل اشتراكنا للقناة ونفعل الجرس ونوصل للفيديو ان شاء الله باذن الله الى عشرين تلاتين خمسين سبعين تسعين لايك وباذن الله انا بنجح بكم ودعواتكم وكون عند حسن ظنكم اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى اهلي وصحبه وسلم وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم الاخبار كل يوم بتزيد يعني عن اللزوم وعندها اشتعلات نارية وعندها شعلة من النشاط وشعلة من الحيوية وكله في قلبي كله مية مية وهنخش على المحيد الاطلانتي وهنخش على ال اي او او وكله جديد في جديد من ملعب دودي سبورت زي ما اعودكم وان شاء الله عندنا تلات اخبار وهو الخبر الاول في فيلة التجمع الخامس فيلة التجمع دي اللي فيها الملياردير ياسين منصور ياسين منصور اللي بيحب يجتمع باللعيبة واللي بيحب يعمل شغل من تحت التحت وهو ياسين منصور اللي بيحب يعمل المجتمعات المغلقة جوة فيلة ياسين منصور في التجمع الخامس علشان كده يقدر يخطف التلات صفقات اللي انا بكلم حضراتكم عليها دول وهي الصفقة الاوانية وهو اشرف بن شرقي اللي خلاص على وشك فيلة التجمع الخامس اول بداية مشواره وهي فيلة التجمع الخامس هو ياسين منصور طالب بيقوله يا اشرف بن شرقي انت عايز ايه رد عليه اخوه كوكيل اعماله بيقوله يا ساد النائب ولا يا ساد مدير للشركة التعقدية للنادي الاهلي احنا طلبين مليون ونص مليون دولار الراجل عمره ما هيتأخر على اشرف بن شرقي بس هو مستني بيتسو مسماني وكابت المحمود الخطيب يقول اه علشان لو قال اه هيقول اه وكله هيبقى واشرف بن شرقي هتبتحب له تقتل قدر على طبع من ذهب يعني اشرف بن شرقي لو رد عليه كابت المحمود الخطيب وقال له انت من شرقي موجود في النادي الاهلي يرد عليه بيتسو مسماني يقول لك كابت المحمود كلامك منفز كلامك مطاع كلامك كله واحدة واحدة واتقان كله في الجون عند كابت المحمود الخطيب اللي هو لو اشرف بن شرقي خلص مع النادي الاهلي وهيزبط نفسه مع النادي الاهلي بس هو مستني الاستورة يقول تعالى وبيتسو مسماني يقول له تعالى خلاص افتتحت له تقتل قدر اشرف بن شرقي الخبر التاني وهو خبر ابو جبل اللي الدنيا كلها معروض عليه من نادي الزمالك 15 مليون جنيه وهو برضو مش رادي ولا عايز يتعاقد ولا عايز يتكلم ولا عايز ياخد بصنعة لطافة ويمشي في اللطافة والقطافة والقطافة والقطايف والقطايف زي ما انتم عارفين طبعا هو النادي الاهلي الوكيل بيعمل سيستم معين لبعض اللعيبة يعني انت عندك فيه تلاتة بياخدوا فئات اولى مش قادر اقول لكم بتبقى اول سنة عشرة مليون تاني سنة عشرة مليون تالت سنة اخداشر مليون يعني محمد الشناوي ثم عمر الصلية ثم ابو جبل لو جيه هيعمل بنفس السيستم بتاعه وهي هتكون السنة الاولينية عشرة والسنة التانية عشرة والتالت اخداشر علشان يبقى الفئة بتاعته زي وزي محمد الشناوي زي عمر الصلية وهو محمد ابو جبل اللي تماما تماما رافض المبدأ بتاع النادي الزمالك وقافل الصفحة عن النادي الزمالك في الخمسراشر مليون جنيه اللي عارض عليهم مرطان المنصور في الحتة دي وطبعا احنا لسه عندنا لسه المفاعلات لسه المفاجآت جاية ولسه الدنيا ماشية ولسه 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 ما ننساش لحنا عندنا النادي الاهلي لو مضى مع ابو جبل على طبع من دهب هيكون عنده لسه بقى افريقيا وعنده النادي الاهلي وعنده الدوري وعنده الكاس وعنده كاس مصر وعنده السبر الافريكي وعنده 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 كتير يعني النادي الاهلي برضه ايضا مستاني بيتسو موسيماني وكانت محمد خطيف برضه يرده على الوكيل وهو ياسين منصور. قصدي الملياردير ياسين منصور. علشان يدلو الاوكيه ويخش على طبق من دهب مع محمد ابو جبل. الخبر التالت وهو خبر احمد عاطف. الصفقة التبادلية. بنسبة لسه سبعين تمانين في المية هيكون رامي ربيعة. لسه بنسبة سبعين تمانين في المية هيكون لسه صلاح محسن. لسه مش عارفين مين ولا مين ولا مين ولا مين. الصفقة التبادلية. علشان كابتر احمد شوبرق اللي بيدخن في كل حاجة جوا نادي فىيوتشار. قاله انت ولا هترجع وادي دجلة ولا هتلعب فى ولا هتلعب لزمالك. انت هتلعب للمارد الاحمر وهو النادي الاهلي. اللي طبعا حط لهم اتنين مليون دولار. ما انفعش سبتاشر مليون جنيه. قال له اوكيه ومش قادر اقول لك السلم معeten احمد شوبر لحد اتناشر مليون جنيه. كان احمد شوبر قال وله ولا هنا. ولا هنا انت هتلتب في النادي الاهلي. وهتلعب في النادي الاهلي. وان شاءangan تكونكون من قمنية النادي الاهلي الى نجمك. التقلط بتاعت ان شاء الله اللي انت هاتكون قمنية حياتك اللي انت هتاكد نفس الفئة بس اعلى من هم بشوية. طبعا لو هو اعلى منهم بشوية هتكون في مشاكل وهتكون في وجه قلب. علشان دلوقتي جنيه عند العيبة دي بتفرق النص جنيه عند العيبة دي بتفرق الربع جنيه عند العيبة دي بتفرق. عشان مش قادر اقول لك لما هيجي احمد عاطب نجمي في هياخد اتناشر مليون جنيه. هيجي يقول لك شو معنى الشناو بياخد حداشر ابو جبل ياخد حداشر عمر السلاء ياخد حداشر الناس ده ياخد حداشر والراجل ده يقول له طوشن منهم جنيه بأمرت ايه طبعا الدنيا كلها هتيك في اللحزة دي مع النادي الاهلي ومع كابتان احمد شوبير اللي بيدخل في بعض الحاجات جوه النادي فيوتشر هل هو عشان نائب رئيس مجلس الادارة هل عشان هو رئيس مجلس الادارة هل هو عشان نائب رئيس مجلس الادارة هل عشان هو صاحب النادي هل صاحب الدنيا صاحب المحود الاطلانتي انا معرفش كابتان احمد شوبير بيفكر في ايه او عايز ايه او هو هيوصل الناس دي لإيه لسه مش عارفين الله قدره واعلم وديه تلت اخبار كانوا حلقتي في حلقة اليوم وطبعا يا رب ان شاء الله كل الحلقة عجبتكم وان شاء الله كونا عند حصوص وزنوكم دايما باستمرار من المتعلم Woastor لديها Workspace وان شاء الله بنجح بكم بدعواتكم والغلبان ده تدعوا لعقائق باذن الله تعالى وكون عند حصوص وزنوكم وان شاء الله وكون عند حصوص وزنوكم وان شاء اللا بشركم سلام عليكم شكرا